الأحداث الحمد لله دايما في الفترات الأخيرة أحداث سعيدة للنادي الأهلي على مستوى البطولات على مستوى النتائج كمان على مستوى المنشآت الحقيقة الواحد امبارح عاش حالة من الفخر الكبير جدا جدا بالنادي الأهلي العظيم النادي الحقيقة اللي مشرفنا على كافة الأصعادة زي ما بقول لحضراتكم على الصعيد الرياضي وعلى الصعيد النتائج الرياضية في كل الألعاب بالبطولات الكتيرة والعظيمة اللي تتواجد في دولاب النادي الأهلي كمان على مستوى الانشآت والتطوير الحقيقة اللي يعني ما بينتهيش امبارح عاشنا ليلة من ألف ليلة وليلة الحقيقة يعني كنا سعاداء جدا أنا كنت متواجد أكيد في بيتي في النادي الأهلي في الافتتاح والحقيقة كانت مظاهرة حب كبيرة جدا جدا من جميع المسؤولين تقريبا كل الأجيال المتواجدة على مستوى اللاعب كرة القدم كل الأجيال المتواجدة كلنا كنا متواجدين في هذه المظاهرة وهذا الافتتاح أو هذا الافتتاح العظيم لفرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس الحقيقة اللي تم تأسيسه يعني وفقا لأحدث النظم العالمية في تأسيس الأندية الحقيقة صرح كبير صرح رياضي بيضيف إلى البنية التحتية للرياضة في مصر كل واحد كان متواجد في هذا المكان مبارح في التجمع الخامس كان عنده شيء من الفرحة ومن السعادة ومن البهجة الحقيقة كل الأهلوية كمان اللي كانوا بيتابعوا قناة النادي الأهلي وبيشوفوا على شاشة قناة النادي الأهلي هذا الحدث التاريخي أعتقد كلنا نبقى سعداء جداً وبنزداد فخر كل يوم بنادينا العظيم النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر